صفي نشوفك هذا دليل إن شاء الله وأدور وأدور حتى تواصلهم معه قالوا هذا في القريطة البلانية في الأبريقية أخذت الثباتاتي لين وصلت وقلت هذا من أمانتي لأمانتي الدنيا بحقها والآخر بحقها ما شاء الله وصلت وجاني الشكر منه الثانية نعم وصلت إلى حد لأنني أنا ممكن أفرح بها دقيقة لكن حياتي كلها معكرة جو خاصة اللي خاف الله ويتتقيه أعطى العامل حقها قبل يجف عرقة أعطى العجير العجير حقها أول كمان الثانية في واحد عمل عندي وبعد ما جد طلعت الجوالات بداية الجوالة وذاك اليوم أتصل بك يا فقال والله إحنا في زواج وذبح بقر وعصيد ومدري إيش طبعاً في ريقيا يشتهرون بالذبح البقر يوم الزواج والعصيد وكذا الشي يا سلام قلت الآن وقال أسمع الصوات وكذا المهم أعرف أنه في واحد أحولها وحولت عليه خمسمائة ريال قلت هذه نوزة مني خمسمائة ريال كم تسوى هناك هكا الحين والله أيه واجد لا خاصة عندهم جيت بعدها يمكن قبل الحين سبعة أو ثمان سنوات هذا الكلام قديم أحصل لي واحد يرعى عنده واحد كده السلام عليكم وعلاكم السلام كيف الحال؟ طب الحال مني أن أنت قال من كده كده كده؟ علمني قلت في واحد اسمه كده كده قال آخ كان شغال عند عم حمدان لا إله إلا الله ما يعرفك أي والله الذي جمعنا في هذا على منياتكم ترزقون قال اسمه هذا العامل اسمه طاهر قال لي آه هذا كان شغال عند حم حمدان أوه عم حمدان أوه 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 بلغة عندهم كده يمدح فيك أيه قلت قلت لي إيش فيه؟ ليش شنبالغة هذه؟ قال أوه هذا كان شغال عنده أبشر وأعطاه حقه وصار عنده زواج وحنا في الزواج اتصل وحوال له فلوس كل المنطقة يدعو له كلهم يا ربي لك الحمد هذا ما قلت أنا الآن على أساس إن يمدح نفسه الحظيظ اللي يذكر هذا شيء يسير لكن ما يربح واحد وهو ما أخذ حق واحد مهما كان أمر حتى له يهودي أخير وفا وفا لا تنقذ العاد المهم أخذوا عطا معاه قلت له طيب ما تعرف أنت هذا قال له والله يقوله أنه من المنطقة الفلانية إيه يا أخو أنا بسي أرتيت مشا في هذا شوف مصير الحي تلاقى لا يلاحب مصير الحي تلاقى أما على خير ولا على غير فلا تقدم سيئة قلت له طيب أعرف أنا محمد الله باللهي وين بيته قلت له ضروري قال بس أنا حبيته من الكلام قلت علي حاكي لا يعرفني ولا واحدة ممتين وغانا ما طول الخط كده لا يلاحب قلت له أنا اللي كان شغال عندي صادر بلنا عليك ويجي هناك ويسلم على رأسي لا يعرفني وإذا أنتين قال واللهي المنطقة الشيبان وشباب وعجز وكله يدعون لك من ذاك الموقف اللي أنت وقفت معه يعني عضيته نص المهر يقولون الحضيظ اللي يذكر فالله يجعلوا إياكم من الذين يريدون الحلال وينفعون بالحلال ويقولون الحق ولو على أنفسهم وصلى الله عليه يسير جاب خيرا كثير نعم